جماعة اليوم راح أخلي الأمور بسيطة جدا جدا راح أوريكم مجمع هنا تشارت هائل جدا عن نمط يحصل في كل دورة بول ماركت هنا للبيتكوين فجماعة تأكدوا بأنكم تظلوا معي لهذا الشيء كمان راح أعطيكم تحديثات عن كل الأشياء اللي قاعدة تحصل هنا للبيتكوين والإيثيريوم والعملات البديلة والأسواق التقليدية وكل شيء كمان قاعدة تحصل هنا الآن من ناحية الشورت سكويز اللي ممكن تحصل للليكوديشن اللي ممكن تقود إلى حركات سعر سريعة وهل إحنا على وجهك أن نحصل على موسم العملات البديلة جماعة تأكدوا بأنكم تظلوا معي هنا من البداية إلى النهاية مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور أقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم معلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط لزر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب أمس حصلنا هنا على شوية هبوط للبيتكوين تقدروا تشوفوا هنا بأن الخط البروتوكالي كان حاول بأنه يمسك سعر البيتكوين هنا ولكن ما قدر يعمل هذا الشيء حصلنا هنا على شمعة حمراء كبيرة بعد أن خسرنا هذا المستوى وهبطت هذه الشمعة الحمراء إلى 59900 دولار وبعدها حصلنا هنا على ارتداد أخضر والأشياء المثير الإتمام هنا وهو أنه إحنا ما هبطنا بنفس الهبوط اللي حصلنا عليه السابق في هذه النقطة فيعني أقل شيء بأنه إحنا هنا حصلنا على قاع أعلى من القاع السابق فهذا هنا كمان من ناحية الذيل وكمان من ناحية إغلاق الشمعات فحصلنا هنا على مستوى دعم أعلى فهذا شيء جيد طيب الشيء الثاني وهو أنه هذا الارتداد أو الارتفاع هنا رفعنا وأعدنا اختبار هذا الخط البروتوكالي فإذا قدرنا بإنحنا نكسر فوق هذا الخط البروتوكالي وحصلنا على قاع أعلى من القاع السابق فهذا هنا ممكن يبدأ أقل شيء ولو حتى ترند إيجابي على المدى القصير هنا للبيتكوين ولكن بشكل عام يا جماعة زي ما أنتم عارفين إذا بعت هنا أعتقد بأنه في شهر ستة وكمان معظم شهر سبعة راح نكون ماشيين فقط بشكل جانبي فخلونا يا جماعة نشوف هنا على بعض التلميحات أو الإشارات اللي عندنا وكمان هنا على المدى القصير هذا شيء لازم الواحد يكون على إطلاع عليه طيب بالنسبة للإيثريوم هتقدروا تشوفوا كمان الإيثريوم هنا لسه ماشي بشكل جانبي وشيء متوقع بأنه الاتف راح يتم إطلاقه في وقت قريب جدا هنا للإيثريوم وعندي كمان تحديث لكم بخصوص هذا الشيء طيب أمس طبعا كان في بعض البيانات اللي طلعت كانت مهمة جدا وبعد هذه البيانات اللي طلعت هتقدروا تشوفوا بأنه الأسواق التقليدية ارتفعت ووصلت إلى أعلى قمة جديدة وبعدها بدأت هنا بالهبوط وهبطنا هنا في الأسواق التقليدية بهذا الشكل وإذا شوفنا هنا على الفريم اليومي فتقدروا تشوفوا بأنه هذا هو الشكل فيعني لسه ما قدرنا بأنه نغلق فوق الخط البرتقالي عند 5565 دولار فهذا هو المستوى المهم اللي حاليا لازم نكسره في الأسواق التقليدية ونغلق كمان فوقه فأكيد رح سأستمر بأن أعطيكم تحديثات عن هذا الشيء عن الأسواق التقليدية ولكن ليش هذا مهم؟ لأنه إذا الأسواق التقليدية استمرت بالأداء الجيد فأعتقد بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت إلى أن أمهلحق البيتكوين بهذه الأرباح بهذه الأسواق التقليدية وهذا شيء أنتم عارفينه طيب البيانات اللي تم إطلاقها أمس تقدروا تشوفوا بأنه كانت متوافقة مع التوقعات وضحت بأنه التضخم الآن قاعد يهدأ هنا شوية فيعني ما في أي شيء دراماتيكي حصل بخصوص هذا الشيء ومن ناحية كمان في الواقع عايز أوريكم هنا الليكوديشنز قبل أن أوريكم هذا التصوير الهائل طيب من ناحية الليكوديشنز اللي ممكن تحصل تقدروا تشوفوا بأنه ما في عندنا الليكوديشنز كثيرة ممكن تحصل للأسفل في عندنا هنا في الأسفل عند تقريبا 60 ألف دولار ولكن في الأعلى إذا حصلنا على ارتفاع للأعلى فتقدروا تشوفوا بأنه في شوية هنا ممكن يحصل لكوديشن يعني راح يحصل لكوديشن لداخلين شورت هنا في الأعلى إذا حصل البيتكوين على ارتفاع هنا عند 61 ألف تقريبا 500 دولار فإذا قدرنا بأنه نحصل على ارتفاع إلى 61 ألف و 500 دولار فالناس اللي داخلين شورت في البيتكوين فرح يتم عمل ليكوديشن لهم وممكن يحصل شورت سكويز وبعدها ممكن نحصل على استمرارية في الصعود للأعلى مستوى اليكوديشن القادم اللي بعد كده عند 62 ألف دولار فخلونا جماعة نحوطنا على هذه الأشياء طيب جماعة الآن خلونا أوريكم هذا الاتصالة الهائل واللي تقدروا تشوفوه وهو أنه هنا في عندنا نمط أو نموذج واضح جدا من ناحية هذا الترند وكيف يكون أداء البيتكوين في البول ماركت طيب تقدروا تشوفوه هنا في الأسفل أول شيء في عندنا نموذج المثلات هذا هنا في عندنا كسر وصلنا إلى أعلى قمة جديدة وبعدها حصلنا هنا على هذا الهبوط دخلنا في البير ماركت فهذا أوكي طيب الشيء اللي عايزكم تركزوا عليه وهو أنه في عندنا هنا بعض الترند لينز المهمة في عندنا هذا الترند لين الصاعد وكمان في عندنا هذا الترند لين الجانبي بهذا الشكل طيب شوفوه هنا جماعة على إلقاء أول شيء يكون في عندنا هذا إلقاء هنا وبعدها اللي يحصل وطبعا هذا هنا على الفريم الأسبوعي طيب هذا يا جماعة هنا أخذ مننا 152 شمعة أسبوعية هذا هنا أخذ 1064 يوم إلى أن وصلنا إلى قمة الدورة اللي بعدها فتقدروا تشوفوا جماعة هنا في نص هذا في عندنا هذا التماسك اللي تنكمش داخل هذا المثلث وبعدها بعد تقريبا نص الطريق في هذا التماسك هذه هي النقطة اللي نحصل فيها على هذه الفترة البوليش فمرة أخرى جماعة هذا أخذ مننا 1064 يوم وبعد كذا يكون في عندنا هذه القمة ومرة أخرى يكون في عندنا هذه الترند لينز الترند لين الجانبي وكمان الصاعد حصلنا هنا كمان على هبوط الكوفيد اللي زي ما أنتم عارفين أعتقد بأنه هذا هنا كان شيء غير اعتيادي ولكن على أي حال كان الترند هذا هنا ماشي بنفس الشكل ماشي بشكل صاعد حصلنا هنا على هذا التماسك وشوفوا هنا من القاع عندنا أو حصلنا على 152 شمعة أسبوعية وهذا مرة أخرى كان نفس 1064 يوم فبعد كذا دخلنا في البير ماركت هذا اللي حصل مؤخرا في عندنا هذا الترند لين الصاعد وبعد كذا حصلنا على القاع أو الانهيار الكبير تقدروا تشوفوا هنا الانهيار الكبير بوم هبطنا وتقدروا أن تشوفوا جماعة بأنه التاريخ على وشك أنه يتكرر مرة أخرى حصلنا الآن هنا على هذا التماسك عندنا هذا الترند لين الصاعد وكمان عندنا هذا الترند لين الجانبي والآن السؤال هو هل رح نحصل على النفس الارتفاع اللي حصلنا عليه في الدورات السابقة اكتبوا لي جماعة رأيكم تحت في تعليقات ايش اللي تعتقدوه ولكن هذا هنا يبدو شكله رائع جدا وفي الواقع هذا هنا على زي ما قلنا الفريم الأسبوعي فأعتقد هذا هنا رح يأخذ وقت طويل حتى ولو كان هذا الشيء صحيح طيب شيء آخر أريد أن أركم إياه وهو سعر الإثريوم مقابل البيتكوين فيعني إذا أنت تقيس الإثريوم مقابل البيتكوين فصاحب هذا التشارت عليه يقول بأنه في عندنا هذا الموفينج أفريج هذا هنا واللي هو الموفينج أفريج السنوي حاليا نكسر فوق هذا الترند لين وهذا يقول أنه هذا هنا ممكن أن يكون بداية موسم العملات البديلة وبالنسبة لي ما أعتقد أنه راح نحصل على موسم عملات البديلة هائل في أي وقت قريب ولكن حاليا يقول بأنه كسرنا فوق هذه النقطة هذا هنا ممكن يقود إلى بداية موسم العملات البديلة فخلونا جمعا نحط لنا على هذا الشيء ولكن أعتقد بأنه هذا هنا راح يأخذ مننا وقت أطول شوية قبل أن نحصل على أرباح هائلة في العملات البديلة كلها نعم زي ما قلنا في السابق في بعض العملات البديلة اللي راح يكون أداءها يعني غير اعتيادي أو مختلفة عن بقية سوق العملات البديلة وطبعا جمعا تكلمتنا عن بعض العملات البديلة وفي الواقع في عندي فيديو سجلته عن العملات البديلة راح أطلقه تقريبا لاحقا اليوم أو بكرة أتكلم في عن بعض العملات البديلة ولكن بالنسبة لي أنا حاليا في عندي فقط بعض العملات البديلة المحددة اللي عايز أدخل فيها مش فقط أي عملات بديلة والسلام طيب من ناحية الاثريوم سبوت اي تي اف متوقع بانه راح يتم الموافقة عليها في تقريبا الاسبوعين القادمين فخلونا كمان نحط علينا على هذا الشيء وكمان الاس اي سي يقاضوا كونسنسيس اللي هم منشئي محفظة الميتا ماسك يقاضوهم بخصوص الليكويد ستيكينج فزي ما انتم عارفين جماعة في بروتوكول الليكويد ستيكينج مثل الروكيت بول وليدو فالاس اي سي حاليا تقول بانه هذه تعتبر سيكورتيز هو الاس اي سي تسعى خلفهم ولكن ما اعتقد بانهما راح يفوزوا في هذه القضية نفس العادة يعني دائما يرفعوا هذه القضايا على بعض البروتوكولات والمشاريع ولكن في النهاية ما يفوزوا بهذه القضايا راح نشوفوا جماعة راح اقليكم اكيد على اطلاع بهذا الشيء ولكن هذه المشاريع الرئيسية مثل اللي دو وروكيت بروتوكول اكيد طبعا اسعار عملات هذه المشاريع هبطت بشكل كبير بسبب هذه القضية فخلونا جماعة نحوط لنا على هذا الشيء ولكن ما اعتقد بانه الاس اي سي راح يفوزوا كالعادة طب جماعة هذا كل شيء عندكم اليوم بتوفيق الجميع واشوفكم في الفيديو القادم